وصل حجم مبيعات مبادرة سنة الخير منذ انطلاقها نهاية مارس الماضي وحتى الآن وصل إلى 332.5 من 10 مليون جنيها وأوضحت وزارة تنمية المحلية أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال إسبوعها الـ 65 حيث بلغ حجم المبيعات في أكثر من 3 ملايين جنيها وأشرت إلى نجاح مبادرة سنة الخير في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية وهو العمل الأساسي في استمرار المبادرة حتى الآن لتحقيق الهدف المنشود منها وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري